وعايز أقول لكم على الجانب الآخر تيجي إسيوبيا تطلع لك النهاردة تصريح صبح ثم يعملوا لقاء بعد كده وزير متحدث باسم الخارجية بتاعتهم يعمل تصريح الأول وبعدين يجي بعد شو يقول لك حاجة تانية خالص هناك تخبط أيضاً في القرار في إسيوبيا تخبط يعني استفزاز يوصل رسائل سلبية ما عندوش رسائل إيجابية وبالتالي أنت لا تعول أيضاً تاني لأ أنا وجهة نظري وجهة نظري أنا يعني وخدوها وجهة نظري كده زي ما بقولها لحضرتك زي ما قلتلك أنا لا أسق في القطرين ولا أسق في الإسيوبيين ولا الأتراك ثلاثة هو مع بعض ثلاثة مع بعض نقدر نعمل حكاية دي ثلاثة لا تسق فيهم إطلاقاً زي ما بقولك وريك هو أنا بوريك الأيام هتقولك اللي أنا بقوله مش من النهاردة مش بقوله النهاردة لا بقوله وهتعرفه الحكاية وبالتالي ما تسقش إسيوبي هتعملي إسيوبي عايزة أطول فترة عشان تصل إلى شهر سبعة تقوم بالملأ التاني اللي هو بتتحدى به المجتمع الدولي ومصر والسودان والاتحاد الإفريقي بالكامل بيجي النهاردة متحدث باسم الخارجية الإسيوبية قالك لا إحنا بنرفض أنه الربعية الدولية تتدخل للأموالتحدة، للتحاد الأوروبي، أمريكا يدخلو قالك لا 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 إحنا الاتحاد الإفريقي بس لو أنتم مقتنعين بالاتحاد الإفريقي لا ده إحنا مقتنعين بالاتحاد الإفريقي وعازين الاتحاد الإفريقي ولكن ماذا فعل التحاد الأفريقي على مدى عام كامل في هذا الأمر لم يتحرك أي شيء في الملف إحنا عارفين السيوبي يعزلي للتحاد الأفريقي ما عندناش مشكلة مع التحاد الأفريقي وإحنا بنحب للتحاد الأفريقي أنه يبقى موجود وإحنا طلبنا والرئيس وكان رئيس الكونغو اللي هو رئيس الحالة تيش سكيدي الرئيس الحالة للقمة الأفريقية للتحاد الأفريقي يتسلم هذا الملف والرجل وعد في اجتماعات الاتحاد الافريقي انه يخلصوا هذا الملف ننتظر لكن اسيوبيا عندها اجراء عايزة تصل له يوليو القادم الملء التاني يبقى عندهم وراء هذا السد 19 مليار متر مكعب مياه عندهم خمسة ونص النهاردة فهو عايز يصل الى 19 مليار متر مكعب من المياه خلف السد اذا تم هذا الامر اصبح السد قم بلا موقوتة ايوة انا بقولك قم بلا موقوتة لو اي شيء حصل تغرق السودان وتغرق مصر نخلي بالنا هتصل لهذه النقطة تاني بقولك تصل لهذه النقطة تبقى في منتهى الخطورة اذا وصل لهذه النقطة التحرك من هنا احنا منتكلم دلوقتي باقي منتكلم على اقل من اربع شهور بالمناسبة اقل من اربع شهور نصل لاسوأ نقطة السيوبي عايزة تروح لها اللي هي المال التاني وهذا اخطر تحدي قادم